اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك سليم حساب طاقة الإسم حرف السين حرف هوائي مؤنث طاقته ستون أربع درجات حرف اللام حرف مائي مذكر طاقته ثلاثون عشر درجات حرف الياء حرف ترابي مذكر طاقته عشرة خمسة عشر درجة حرف الميم حرف الناري مؤنث طاقته أربعون أربع وعشرون درجة سليم اسم طاقته رقم خمسة طبعه هوائي جنس حروفه متساوية أي طاقة الذكورة متساوية مع طاقة الأنوثة البرج من خلال الاسم برج الجوزاء يناسبه برج القوس الكوكب المسيطر كوكب عطارد الحجر المناسب العقيق اللون المفضل الأسود والأصفر يوم السعد الإربعاء الصورة القرآنية المناسبة من خلال الاسم هي صورة الشعراء أسماء الله الحسنى الخاصة بشحن طاقة الاسم يا سلام، يا متكبر، يا وهاب، يا خافض، يا مذل، يا بصير، يا حكم، يا عدل، يا متين، يا محي، يا واجد، يا مالك الملك، يا بديع، يا باقي، يا وارث صفات سليم إنسان متقلب الميزاج سريع الغضب عنفواني تطور لأتفه الأسباب ذكي تعشق الصفر والتنقل والرحلات إنسان جدي عملي ومنظم طموح حلو الكلام وطليق اللسان كتو متواضع خجول اجتماعي حساس وغامض أحيانا لديك نحوسات وعراقيل بالعمل والزواج تتعرض لفراق بعض الأحبة الذين كانت لهم مكانة كبيرة في حياتك لديك قدرة خيالية على جذب الآخرين نحوك وإقناعهم بآرائك حياتك الزوجية متأزمة وتصادفك الكثير من المشاكل والمتاعب قد تفسخ خطوبتك أو قد تتزوج بسن متأخرة أنت إنسان ملتزم وذو مبادئ عالية لكن تجبرك الظروف يوما ما على المشي عكس الطيار لأن الظروف أحيانا تسيرك تصاب بوعكة صحية وتكون كثير التفكير وكثير الهموم كلمتك مسموعة إنسان موثوق فيه تفي بوعودك حاسم في اتخاذ القرارات طاقة اسمك رقم خمسة متصل بكوكب عطارد كوكب التواصل من تأثيرات هذا الرقم على حياتك أنك إنسان حساس اجتماعي متفائل محب للمغامرات تحب الفرح والمرح لديك براعة في التخطيط متعدد المواهب تحب الصفر والرحلات متقن لفن الكلام تحب التنوع في الأعمال لكسر الروتين متحمل للمسؤوليات الصعبة برجك على الإسم هو برج الجوزاء وهو برج هوائي أفضل شريك يناسبه للزواج هو برج الصرطان أو برج الميزان أو برج الحوت من تأثيرات الكوكب والبرج على حياتك وشخصيتك أنك إنسان ذكي محب للحياة دائم الابتسامة فصيح اللسان لديك روح الشباب متعدد المواهب اجتماعي متأقلم لي الكلام معجب بنفسك تسمع هموم الآخرين ولا تبوحوا بهمومك لأحد تفعل الخير مع الآخرين رغم أنك قليل الحظ منهم صعب الرزق لكن يفتح الله لك أبواب الخير تناسبك الأعمال الإدارية تحمل العناصر الأربعة في اسمك عنصر الهواء وعنصر الماء وعنصر الطراب وعنصر النار تساير كل الأعمار وتتأقلم مع كل الأوضاع حلو الكلام حسن المعاملة رقيق المشاعر لا تخطئ في حق الآخرين ولا تغفر لمن أخطأ في حقك صادق ووفي متمسك بالأشياء يؤلمك كثيرا وتؤلمك كثيرا لحظات الفراق اجتماعي وودود ومحبوب من طرف الجميع طاقة مؤنثة جيدة تبدأ بها مرحلة الطفولة تكون طفل مدلل ومحبوب وتخاط بحب العائلة واهتمامها ورعايتها تتعب في سن الثلاثين من عمرك وقد تصادفك في هذه المرحلة بعض المتاعب والظروف الصعبة التي تترك بصمة وأثرا كبيرا في حياتك قد تفارق فيها بعض الأحبة وتتحمل مسؤولية أسرتك أو قد تسافر وتعيش بعيدا عن أسرتك وتتحسن أحوالك المادية والعاطفية في تقدمك في العمر وتنعم بحياة سعيدة تضحي كثيرا من أجل أولادك مستقبلا تحمل حرف المال في اسمك وتكون أمورك المادية جيدة لكنك إنسان مسرف كثيرا فعليك التوخي بالحذر فالإصراف لا تحمد عقباه أنت إنسان هوائي بطبعك متقلب الميزاج وعصبي وهذه السفات قد تجعلك تأخذ في بعض الأحيان قرارات قد تندم عليها مستقبلا عليك بأخذ المشورة فما خاب من استشار والاستماع لنصائحي من هم أكبر منك سنا فالدين النصيحة أذكر الله ذكرا كثيرا وأكثر من الاستغفار وعطر فاهك بالصلاة على محمد وآل محمد الأطهار وإن شاء الله تحقق كل ما تتمناه والله أعلم والله الموفق ترجمة نانسي قنقر